نستكمل الحديث عن الفصل الثاني من مقرر العوم العام هو الفصل الفيزياء الموضوع الثامن نعكاس الضوء الأهداف بعد ما تدرس الموضوع ده المفرطي تقدر تفرق بين شدد الاستضاءة والفيد الضوءي تدرس سمت قانون النعكاس نشاط نشاط الأول ما هو الضوء؟ ما هو الضوء؟ الضوء الضوء نوع من الموجات الكهرومغماطيسية ينتشر في الفراغ بسرعة أدية 300 ألف كيلو متر في سنة ودي أكبر سرعة في الكون كله والضوء ينتشر في جميع الاتجاهات في قطوط مستقيمة نشاط الثاني لماذا تختلف المصادر الضوئية في شدتها؟ لماذا تختلف المصادر الضوئية في شدتها؟ شدت للصداء ده خلاني نتكلم عن شدت للصداء في حياتنا نوية منتشوف ايه مصابيح ومصادر ضوئية مختلفة في شدت للصداء؟ السابق وراء الاختلاف ده هو كمية الضوء المنبعثة من المصدر الضوئي والذي يعرف بشدت للصداء شدت للصداء وحدة قياسها الكاندل أو الشمعة الاختلاف في شدت للصداء بالمصادر المختلفة يعتمد على ما يسمى بالفرد الضوئي ويقصد به معدد الانبعاث الضوئي لكل وحدة زمنية وحدة قياس الفرد الضوئي اللي يومن نشاط الثالث ماذا يقصد بنعكاس الضوء؟ انعكاس الضوء انعكاس الضوء هو ظاهرة ارتداد الاشع عن الاجسام ارتداد الاشع الضوئية عن الاجسام وبالتالي تنعكس وتيجي على العين فالعين تقدر تبصر هذه الاشياء والتوضيح ده أو نوضح هذه الفكرة من خلال الشكل التالي انعكاس الضوء امثال عندنا نهاتي القديم Ö SCAW COМ C كان العمود قائم من نقطة السقوط كان من السلطة اشخاص كان مع العاموض من نقطة السقوط عندنا حرار الربعة و عندنا نهاتي في زاوية اسمها زاوية السقوط الزاوية بين الشعاع الصاقط والعمود المقام من نقطة السقوط في زاوية تنا اسمها زاوية الانعكاس ودي ايه الزاوية المحصولة بين العمود المقام والشعاع المنعكس قانون اول حاجة زاوية السقوط تزاوية الزاوية للنعكاس زاوية السقوط وتزاوية للنعكاس سيطة واحد والسيطة اثنين القانون الثاني الشوعة الضوء الساقط الشوعة الضوء المنعكس العمود المقام من نقطة السقوط الثلاثة جميعا في مستوى واحد عمودي على السطح العكس في نهاية الموضوع لخص ما تعلمتم من هذا الموضوع